كيف نستطيع أن نفهم محبة الله حتى يعني في الكتاب المقدس عندما أرادوا أن يعبروا قالوا هكذا هكذا يعني إيه هكذا مفيش كمية مفيش نوعية أو حدود أو سدود يعني تحتاج الأبدية الصحيقة حتى نفهم كلمة هكذا هكذا قلب الله هكذا محبة الله هكذا جوهر الله هكذا طبيعة الله المحبة تفهم محبة الله من الأزل أنه الله بيحبني وأحبني كيف ممكن أفهم هذه المعادن وأي لغة وأي كلمات تستطيع أن تعبر عن محبة الله وأنه الله أحبنا حتى قبل ما يخلق الإنسان ويخلق الخليقة والكون كله طبيعته محبة هذه المحبة لا أعتقد رح نفهمها في هذه الحياة لأنه هذه المحبة محتاجين ندرسها في كل الأبدية لما نكون في السماء مع الرب يسوع لأنه محتاجين خمسين مليار سنة مع الرب تنفهم هذه المحبة هكذا أحب الله العالم هاي الحقيقة العظمى وراء كل الخطة المخطط الإلهي للخلاصة شوف خلينا أقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح أربعة من آية سبعة أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله الله هو المصدر وكل من يحب فقد ولد من الله يعني ولادة جديدة ولادة روحية ولادة من فوق كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب ومن لا ومن لا يحب لم يعرف الله واو خطيرة جدا تقول أنا بحبك أنا بحبك إحنا منحب لا لا يعني هنا ربطها المحبة بالمعرفة معرفة الله إحنا نتكلم عن المحبة الإلهية طبعا ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة يعني الله نور الله روح الله محبة الله محبة هاي طبيعة الله هل في إنسان في كل البشرية يستطيع أن يفهم الله هل إذا فهمنا الله فهمنا محبة الله مشان هيك إحنا منتكلم بكل ما أعلن لنا وهذا الإعلان إن أراد الإبن يعني يسوع أن يعلن لك فإحنا منتكلم بما هو موجود من الوحي من الإعلان الإلهي عن هذه المحبة ولكن ندرك طبيعة الله وحقيقة الله وفهم الله نحتاج مش خمسين مليار سنة خمسمائة مليار سنة حتى ندرك أبعاد وأعماق الله أحبائي ولاحظ هون الكلام ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به هاي إرادته هاي رغبته هاي طبيعته لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطينا بكمل أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا هكذا أحب الله العالم ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا مستحيل مستحيل إلا إذا ربحت فينا الطبيعة الجديدة الولادة الروحية اللي مثل ما قرأت من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لم يحب لم يعرف الله فهاي استحالة إلا إذا أخذنا الطبيعة الجديدة هاي الطبيعة هو أن الرب فعلا بالروح القدس ساكن فينا من خلال الروح القدس نستطيع أن نحب الآخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة